يمضي عام آخر يستذكر معه أبناء المدينة هنا في تعز مشاهد القتل والدمار التي خلفتها حرب جماعة الحوثي وصالح إذ تؤكد الإحصاءات أن الميليشيات الإنقلابية ارتكبت المئات من جرائم الحرب تنوعت ما بين المجازر والتدمير بحق المدنيين ولا زالت مستمرة آلاف القتلى وآلاف القرحة تدمير أكثر من ثلاثة ألف منزل انتهاكات متعددة طالت الطفولة طالت المرأة طالت المدنيين السكان العزل مع اقتراب دخول العام 2017 ارسم الكثير هنا تطلعاتهم بالخلاص من الحرب وتحرير المدينة فيما تبدو المؤشرة عكس ذلك خصوصا مع اجتداد وطيرة المواجهات وتضييق الحصار على المدينة والاستمرار في استقدام التعزيزات لعناصر الميليشيا نتمنى في عام 2017 إيقاف الحرب الدامية والتوقع لبناء دولة مدنية حديثة يتحقق فيها العدل والمساواة والخير لكل اليمنيين والله لا نريد إلا شيء واحد وهو سواء تتوقف الحرب وتكون البلاد في استقرار وامن وامان ولا نريد شيء سواء ذلك تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية تبدو معالمه واضحة جدا إذ لا سبيل لتحسين الأوضاع هنا سوى سرعة العمل على تحرير المدينة وهي مطالب لطالما يرددها السكان كثيرا عام مضى عاشت فيه المدينة متقلبة بين أوجاعها وآلامها وعام آخر سيأتي تسبقه تساؤلات عديدة يطرحها الشارع هل سيبدو مختلفا ويشهد توقف آلة الحرب أم أنه سيرحل كالسابقين حمزة أمين قناة بلقيس تعز ترجمة نانسي قنقر